حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله يعني ابن عمر قال اخبراني نافعون انه سمع ابا لبابة يخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات حدثنا عفان حدثنا جرير يعني ابن حازمين قال سمعت نافعا قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدعو منهن شيئا حتى حدثه ابو لبابة البديري ابن عبد المنذري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري عن ابي لبابة البدير ابن عبد المنذري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الايام يوم الجمعة واعظمها عنده واعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الاضحى وفيه خمس خلال خلق الله فيه ادم واهبط الله فيه ادم الى الارض وفيه توفى الله ادم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا الا اتاه الله تبارك وتعالى اياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا محر الا هن يشفقنا من يوم الجمعة